سيدنا بقى له فترة فعلا بيعمل الجولة دي حتى يوم عيد جلوسه يوم السبت اللي فات كان بيفتقط كنيسة وبيودشن كنيسة جديدة في منطقة الخيالة في أبروشية مصر القديمة وده ليه بعد جميل عند قدست الباب أو يمكن خلينا نقول يعني أنه هو أكتر من بعد أولا سيدنا رغم انشغاله وجده الموعيده والكلام ده كله مش بيباد عن مهمته ورعايته لأولاده والأب من مهمته الأساسية رعايته وافتقاده لأولاده فبنتكلم عن افتقاد وبنتكلم عن رعاية وبنتكلم عن احتواء وبنتكلم عن تعليم وبنتكلم عن تشجيع حتى تشوفوا سيدنا والقرال بيقدم مش قرال النهاردة بس أي قرال لو قاعد بصص لهم وبيقول معاهم ولو ترنيمة محفوظة بيقول كلمتها معاهم وفرحان بيهم ويقول كلمات تشجيع يكرم المتفوقين يكرم الناس اللي في المنطقة مصريين كلهم بقى مسلمين مسيحيين جو كده جو من البهجة وده يا جماعة دور الكبار في الدولة المصرية المسؤولين الشيوخ الحكماء وبالقناسبة سيدنا النهاردة كان بيتكلم عن حكمة الشيوخ وعن الكبار يغلف بقى ده كله يعني كل اللي سيدنا بيعمله ده افتخاره ببلده وكنسته سيدنا ما بيفوتش مناسبة إلا ما يتكلم عن مصر وعن الكنيسة المصرية وعن الدولة المصرية وعن إنجازات الدولة المصرية وعن التحديات اللي بتوجهها الدولة المصرية برضو الكلام ده لما بيجي من شخصية وطنية دينية كبيرة بيبقى له تأثير بيبث روح التفاؤل بيبث روح الأمل بيبث روح التشجيع عند الناس دي مسؤولية الكبار وده واجب الكبار عشان كده بنقول لسيدنا ربنا اديك الصحة سيدنا لمنتهى الأعوام تفتقد وتعلم وتدشن وتشجع وتدي الروح دي لكل المصريين مش المسحين بس المسحيين والمسلمين وكل المصريين في كل العالم ده دور بابا الكنيسة المصرية الوطنية الأرثوزوكسي